قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن محمود بن ربع عن عتبان ابن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا وسلمنا حين سلم وأنه يعني صلى بهم في مسجد عندهم قال حدثنا صفيان عن الزهري فسوء إلى صفيان عن من قال هو محمود إن شاء الله أن عتبان ابن مالك كان رجلا محجوب البصر وأنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم التخلف عن الصلاة قال هل تسمع النداء قال نعم قال فلم يرخص له قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا صفيان بن حسين عن الزهري عن محمود بن الربيع أو الربيع بن محمود شك يزيد عن عتبان ابن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني رجل ضرير البصر وبيني وبينك هذا الوادي والظلمة وسألته أن يأتي فيصلي في بيتي فأتخذ مصلاه مصلا فوعدني أن يفعل فجاء هو وأبو بكر وعمر فتسامعت به الأنصار فأتوه وتخلف رجل منهم يقال له مالك بن الدخشن وكان يزن بالنفاق فاحتبسوا على طعمين فتذاكروا بينهم فقالوا ما تخلف عنا وقد علما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زارنا إلا لني فقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فلما انصر فقال ويحه أما شهد أن لا إله إلا الله بها مخلصا مخلصا فإن لها عز وجل حرم النار على من شهد بها قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن محمودي بن الربيعي عن عيد بنا بن مالك أنه قال يا رسول الله أن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فأحب أن تأتيني فتصلي في مكاء في بيت أتخذه مسجدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنفعل قال فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غد على أبي بكر فازتتبعه فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين تريد فأشرت له إلى ناحية من البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين وحبسناه على خزير صنعناه فسامع أهل الدار يعني أهل القرية فجعلوا يثبون فامتلأ البيت فقال رجل رجل من القوم أين مالك بن الدخشم فقال رجل ذاك من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوله يقول لا إلها إلا الله يبتغي بها وجه الله قال أما نحن فنار وجهه وحدثه إلى المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوله يقول لا إلها إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوله يقول لا إلها إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم على النار فقال محمود فحدثت بذلك قوما فيهم أبو أيوب قال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال هذا قال فقلت لئن رجعت وعتبان حي لا أسألنه فقدمت وهو أعمى وهو إمام قومه فسألته فحدثني فحدثني كما حدثني أول مرة وكان عتبان بديريا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبران معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أني قد أنكرت بصري فذكر معناه إلا أنه قال مالك بن الدخشن وربما قال الدخيشن وقال حرم على النار ولم يقل كان بديريا قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير يعني ابن حازمين عن علي بن زيدي بن جدعان قال حدثني أبو بكر بن أنسي بن مالك قال قدم أبي من الشام وافدا وأنا معه فلقينا محمود بن الربيع فحدث أبي حديثا عن عتبان بن بن مالك قال أبي أي بني أحفظ هذا الحديث فإنه من كنوز الحديث فلما قفلنا انصرفنا إلى المدينة فسألنا عنه فإذا هو حي وإذا شيخ أعمى قال فسألناه عن الحديث فقال نعم ذهب بصري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ذهب بصري ولا أستطيع الصلاة خلفك فلو بوأت في داري مسجدا فصليت فيه فأتخذه مصلا قال نعم فإني غاد عليك غدا قال فلما صلى من الغد اتفت إليه فقام حتى أتاه فقال يا عتبان أين تحب تحب أن أبوي ألك فوصف له مكانا فبوأ له وصل فيه ثم حبس أو جلس وبلغ من حولنا من الأنصار فجاء حتى ملئت علينا الدار فذكروا المنافقين وما يلقون من أذاهم وشرهم حتى صيروا أمرهم إلى رجل منهم يقالوا له مالك بن الدخشم وقالوا من حاله ومن حاله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت فلما أكثروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله فلما كان في الثالثة قالوا إنه ليقوله قال والذي بعثني بالحق لأن قالها صادقا من قلبه لا تأكله النار أبدا قالوا فما فرحوا بشيء قد تكفرحهم بما قال